النهاردة مصر اعلنت بشكل واضح وبشكل متكرر أن اللقاح اللي هي بتجيبه سيكون مجاناً للمصريين ما هي هذه الرسوم قيمتها قد إيه؟ مش حديد فجور عائتين عن 200 جديد فجور عائتين؟ آه من مجانية اللقاح إلى الرسوم الرمزية ومن استيراده إلى تصنيعه على أرض مصرية وصولاً إلى إعلان وسائل إعلامية أخيراً عن إنتاج مصر لقاحها الخاص بحلول نهاية العام الجاري بهذه الوتيرة تتلاعب الحكومة بعشرات الملايين من المصريين منذ تفشي وباء كورونا في البلاد فبعد أن أعلن عبد الفتاح السيسي توزيع اللقاح مجاناً على جميع المواطنين أعلنت وزيرة الصحة تلقي الحكومة رسوم النظير الحصول عليه تقدر بمئتي جنيه للجرعتين ما فتح الباب لتشكيك الكثيرين في احتمالية استغلال الحكومة للوباء سعياً للتربح من ورائه فكيف تلاعبت الحكومة بالمصريين وسعت للتربح من وراء لقاحات كورونا المطروحة في الأسواق بدلاً من تقديمها مجاناً للمواطنين سبوتنيك في في وقت يعاني فيه المصريون من تفشي الكورونا وتعجز الدولة على توفير الجرعات اللازمة من اللقاح لتجاوز الأزمة سمحت الحكومة لشركات خاصة على رأسها الشركة برايم سبيد للخدمات الطبية والمملكة لرجل الأعمال المقرب من الجيش تامر وجيه باستيراد اللقاح الروسي من الخارج وبيعه للمواطنين بسعر لا يتجاوز مئتي جنيه في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمار الروسي المشرف على إنتاج اللقاح بيع الجرعتين منه مقابل عشرة دولارات ما يعني سماح الحكومة لشركة برايم سبيد بالتربح من وراء عملية بيع اللقاح اللقاح الأول الذي وصل مطار القاهرة كان ذلك الذي أنتجته الصين ورغم إعلان الشركة المنتجة له عن نتائج الاختبارات السريرية التي سجلت نسبة فعالية تقدر بتسعة وسبعين في المائة في أكثر التقدير إلا أن الحكومة وافقت على استلام خمسين ألف جرعة من اللقاح مهداة من دولة الإمارات وفي مفاجأة لم تتوقعها الحكومة نفسها رفض أكثر من نصف الأطباء العاملين في مستشفيات العزل تلقي اللقاح الصيني نظرا لنسبة فعالياته الضئيلة مقارنة بلقاحات أخرى أسترازينيكا أدركت الحكومة سريعا ضرورة الوصول للقاح آخر فوجدت ضالتها في لقاح أسترازينيكا البريطاني الذي عملت على تطويره جامعة أكسفورد العريقة حاولت الحكومة جاهدة إقناع الشركة البريطانية في إنشاء مصنع لها في مصر سعيا للحصول على اللقاح مجانا لكن سوق العمل المصري الذي لا يتناسب مع معيير الشركة دفعها إلى الاتجاه نحو أستراليا لإنشاء مصنعها الثاني هناك الرفض البريطاني لعرض الحكومة دفع وزارة الصحة لطلب الحصول على اللقاح من الشركة بمقابل مادي وهو ما اتفق الطرفان عليه لكن المفاجأة كانت بإعلان الحكومة عن تلقي رسوم نظير توزيع اللقاح تقدر بمئتي جنيه مصري في الوقت الذي أعلنت فيه شركة آسترازينكا طرحها للقاح مقابل ثلاثة دولارات فقط أي ما يعادل سبعة وأربعين جنيها تقريبا وما يعني سعي الحكومة للتربح من وراء اللقاح الذي أعلن سيسي سابقا عن توزيعه بالمجان على المواطنين فحص البي سي آر محاولات الحكومة الفاشلة في التربح من وراء اللقاح دفعها لمحاولة التربح من اختبار فحص كورونا بي سي آر فبعد أن رفضت وزارة الصحة إجراء الاختبار بصورة دورية للكوادر الطبية أعلنت عن رفع سعره إلى ألف ومئتي جنيه للمواطن مع اشترات القيام به قبل مغادرة البلاد وفور الوصول إليها لكن الحكومة لم تكتفي برفع سعر فحص البي سي آر بل سمحت لبعض المعامل الخاصة بإجراء الاختبار للمواطنين ما فتح الباب للتلاعب بأسعار الفحص في تلك المعامل وفقاً لوسائل إعلام محلية الحكومة أعلنت أخيراً عن إنتاج لقاح مصري خالص بحلول نهاية 2021 سعياً لبيعه للمواطنين آنذاك دون النظر لتأخر إنتاجه أو احتمالات فشر الشركات المصرية في إنتاجه في وقت يحتاج فيه المصريون للقاح بشكل عاجل ولماذا تأخرت الحكومة في طلب اللقاحات التي أثبتت فعالية عالية في مواجهة الفيروس مثل لقاح فايزر الأمريكي وأين ذهبت القروض التي تلقتها مصر من صدوق النقد الدولي لمواجهة الوباء ولماذا تبيع الحكومة اللقاح لمواطنيها بمقابل مادي أعلى من سعر استيرادها له